اشتركوا في القناة لم يغسى لأصور قديمة جدا لكن لابد أنكم شاهدتمها قبلا كذلك هم قادة مجموعة السبع الكبرى المجتمعين في مدينة ألمو في قلعة ألمو بجنوب ألمانيا معظمهم كانت نقاشاتهم حول تداعيات الغزب الروسي لأوكرانيا ومخاطره الاقتصادية والغذائية ما الذي ذكرهم بصور الرئيس فلاديمير بوتين وهو عاري الصدر في رحلات صيده ورياضته فاستهلوا اجتماعاتهم بالسخرية منه دعكم من المزاح والمسخرة فلنأتي إلى الجد والعقوبات الجديدة على روسيا فقد غرّد جو بايدن يقول فرضت الولايات المتحدة تكاليف غير مسبوقة على بوتين لحرمانه من الإرادات التي يحتاجها لتمويل حربه ضد أوكرانيا معا ستعلن مجموعة السبع أننا سنحضر استيراد الذهب الروسي وهو تصدير رئيسي يدر عشرات المليارات من الدولارات لروسيا بريطانيا والولايات المتحدة وكندا واليابان أعلنوا حضر استيراد الذهب الروسي فكيف سيؤثر هذا على الاقتصاد الروسي مثلا روسيا هي ثاني منتج للذهب عالميا فيشكل إنتاجها نحو عشرة بالمئة من الذهب المستخرج في العالم ثلاثمائة وأربعون طن من الذهب تنتجه روسيا سنويا بقيمة تصل إلى عشرين مليار دولار احذروا من أكبر مستورد من روسيا لندن هنا في بريطانيا تستورد المعادن الثمينة بنسبة ثمانية وعشرين في المائة من وارداتها من الذهب تأتي من روسيا الحكومة قالت إنها ستطبق الحضرة على الذهب المستخرج حديثا والذهب المكرر باستثناء الذهب الذي وصل من روسيا بالفعل رئيس الوزراء البريطاني بوليس جونسون أيضا أدلع بدلوه في هذه المسألة فلابد أن يقول شيئا قال الحضر سيستهدف الأولغرشية بشكل غير مباشر ويضرب قلب آرة بوتين الحربية ويدخل حيز التنفيذ قريبا نحن بحاجة إلى تجويع نظام بوتين فرنسا دعمت قرار حضر استيراد الذهب الروسي ولكن الرئاسة أعلنت أنها بحاجة لمناقشة القرار مع أعضاء الاتحاد الأوروبي تشالز ميشي الرئيس المجلس الأوروبي أبدأ حذرا بشأن القرار بالذهب فنحن مستعدون لتقديم المزيد من التفاصيل والبحث عن إمكانية استهداف الذهب بطريقة تستهدف الاقتصاد الروسي وليس بطريقة تستهدفنا هذا هو هدفنا المشترك من الذي رد على هذه العقوبات كالعادة؟ ديمتري بيسكوف وهو المتحدث باسم الكريملين بيسكوف أكد أن سوق المعادن الثمينة عالمي متنوع للغاية كما هو الحال مع جميع السلع الأخرى إذا فقدنا أحد الأسواق بسبب قرارات غير مشروعة فسنغير الوجهة حيث يزداد الطلب على السلع أيضا هذا ما أكده طارق الرفاعي الخبير المالي ورئيس التنفيذي بمركز كوروم للدراسات الاستراتيجية هنا في لندن برأيي لن تنجح العقوبات الإضافية على روسيا يعني من أكبر مشاريين للذهب حول العالم البنك المركزي الروسي وكذلك البنك المركزي الصيني والهندي فأي عقوبات أو محاولة الحظر على الذهب الروسي سنرى التدخل للبنك المركزي وبإمكانه شراء الذهب أكثر مما كان عليه في السابق وكذلك الهند والصين يعني الردة الفعل على الحظر للذهب يعني طبعا ستكون إيجابية من ناحية أسعار الذهب حول العالم ولكن لن تنجح في معاقبة روسيا وبالعكس يعني مثل ما شكنا في الحظر على الغاز والنفط الروسي من الذي تضرر أو تأثر أكثر القارة الأوروبية وكذلك يعني سنرى نفسه رد الفعل شكرا لمشاهدتك تريندينج سنسعد باشتراكك بالقناة وإعجابك بالقصة ومشاركتها وتعليقك عليها